ما شاء الله ما شاء الله طيب احنا بقى انا مش عارف مصير القضية دي ايه بس شباب بيتابعوها بعد ما شفنا الفيديو وهنتابع فيها هنشوف المكان ده فين والبنك ده فين بس ده فيديو يعني منتشر جدا وواضح وناشي ممكن تشافيته النهاردة على اليوتيوب بنفس الطريقة نفس حكاة حصلت في بلقاس فيه سطو مسلح على محل ده برضو ليه فيديو بص بقى عشان احنا نجمع الحاجات دي وعايزين برضو الداخلية تبقى معانا احنا قلنا الجيش هو اللي شغال في سينة هو ما شاء الله الامن مركزي بيحمي الجماعات ماشي عايزين الجزء بتاع الامن العام ده والمتابعة والتفتيش وكل ما يتعلق بالامن العام بقى يبتدي يشتغل وبعدين لما تحصل جريمة يبتدي بقى بتوع الامن الجناعي يبتدي يشتغلوا فهنشوف برضو الفيديو بتاع بالقاس ده لانه برضو من الحاجات اللي عليها علامات استفهم مصيبة يعني ده في محل الدهب بسم الله الرحمن الرحيم الراجل دخل بالسلاح دخلوا البقيين دي طبعا كاميرا مرقبة مسكوا الراجل ضربوا تانين خافوا عاديين خدوا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وطبعا في طفلين على الشمال ساكنين تماما خدوا الدهب واحد منهم قاعد فوق الراجل اهو خدوا العيلين وبيفتحوا الخزنة ده واضح في المراية انه في حركة برا في الشارع يعني يعني مش الحكاية مسكتة برا يعني مش منتصة في الليل ولا حاجة لأ في حركة برا في الشارع وفي واحد وقف على باب الشارع اهو خدوا بيلم البشا في الدهب بيلم في الدهب ضربوا الراجل تاني لاحظ انه هما بص البتاع ما تفتحش معاهم الازاز رحهم اضطروا يكسروا بالانبوبة دي لاحظ ما فيش جوانتيات ما فيش حاجة هما كل اللي عاملينه انه هما مغطيين وشوهم ده متقال انه هو حاصل في بلقاس مكتوب عليه تاريخ على الفيديو كاميرا المراقبة انه ٢٨٠ ٢٠١٤ يعني متكلم من حوالي ست ايام الحادثة دي في بلقاس باين طبعا انه هو ٨ بالليلة هو ٢٠ وحاجة يعني بص عبرية سرقة كاملة والراجل مش راضي مش راضي حتى كفاية كده بس هتلي من الاول يعني برضو هتولي من الاول لحد هنا كده اه يعني ده ده هو من اوله دخلهم دخلوا ببندقية وعصيان واضح ان هما ايه ما كانوش عايزين يتورطوا في جريمة قتل يعني ايه دخلين بيهددوا الراجل خوفوه واضح ان هما مذكرين كويس ان الراجل معاه طفلين دخلوا جايبين الحاجة لو تلاحظوا ان في مرايا المرايا مبينة الشارع يا جماعة لو انت المرايا اللي في وشك دي مبينة الشارع النحة التانية بيكسروا حاجة احنا هنا بقى مش عايزين ادي حاجة زي كده وكشفها كفاية كده يا جماعة عشان ما انكئبش الناس اكتر من كده لانها الحياة حاجة مزعجة فانت عندك في اسبوع واحد مواطن بيتسرق بالسلاح في وسط القاهرة بالطريقة دي وعندك الفيديو ده المواطن في محل دهب خمسة بلطاجية واضح حتى ان هما مش مسلحين كفاية بيتسرقوا بيتسرقوا محل دهب بالطريقة دي وكاميرا المراقبة جايباه دي حاجات بقى لازم واحد نمرة واحد بسم الله الرحمن الرحيم لازم تعلن وما نخبهاش يعني لازم يتعلن وما نخبهاش ادي واحد اتنين لازم يبقى في مسؤول في الداخلية متخصص في الحاجات دي بس بتابع الناس اول باول اللي فيه ناس من كتر ماهي عارفة انه مش هتلاقي حل ما بتطنش طبعا مش المصيبة السودة دي فيه ناس بتسرق منها عربيات وتروح تبلغ وتلاقي ناس قريبين من دوائر الاسم بيكلموهم علشان خطر يقولهم تعالوا انتوا روحتوا بلغتوا النهار ده واحنا ما اخدنا رقب العربية احنا عرفنا مين اللي سرقها وتعالوا عشان نرجعها لكم ويروح يدفع فلوس عشان يرجع عربيته المسروقة لانه مش متطمن انه ممكن الحكاية تيجي للآخر فدي حوادث سرق بالاكراه على النحو ده ودي حاجتي في اسبوء واحد باين فيها السلاح وفي وضح النهار ودي الحوادث بتاعت العربيات المتكررة جدا انا متأكد لو فتحت التليفون للوقتي هيجي لي تلاتين واحد عربيته السرقت تلاتين واحد على الاقل اللي يعني اللي ممكن يتوفر له فرصة انه يوصل للبرنامج دي حاجات مش تازي بقى تساكت عليه يعني دي حاجات لازم يبان جدا انه فيه ردود فعل حقيقية ويطلع الوزير وانه انا عارف الوزير عليه ضغوط قد ايه وعارف مدارة الامن عليهم ضغوط قد ايه لكن احنا مش هنفضل نطنطن احنا شايفين الاخوان بيخلاصوا يا جماعة قدامنا يعني بيصفصفوا وجهدهم بينحصر وفي بعض الناس منهم بتعقل وبتقول لا احنا ما هنفضل نحارب بالشعب مصر حد امت ممكن يكون فيه ناس لسه عندهم ضميرهم ما نطفتش اللي بيحطيلك بقى خنبلة في تحت كبري في غمرة اللي بيفجرلك برج كهربا الكلام الفاضي ده لكن لحد امت احنا هنفضل معلقين الامن الجنائي ده والامن العام على زمة مواجهة الارهاب او مواجهة عنف الاخوان مش هينفع مش هينفع نرتب نفسنا الترتيب الكويس لان انتشار النوع ده من الفيديوهات وانتو عارفين انها بتروح فين بتروح يوتيوب وبتتعمل لو ما تحركناش والداخلية هتمت بهذا الامر وعملت حاجة يبقى فيه مثلا رقب خط ساخن يبقى فيه فرق التدخل سريع تخص عمليات الامن الجنائي يعني اي حاجة بس المهم النوع ده من الحاجات ما يتسبش لحد ما يستفحل لان انا اي حد هشوف لك ناس بتسرق في وسط النهار كده وشغالة تسرق المحل وبشوات عصيان وبندق خرطوش لا ده تبقى مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة لازم نتقلقلها موقف ولازم تقف عند حد اتطلع برضو انا شغلت اتطلع النهار ده نفس الحكاية يعني انا بتكلم انا بعرض الفيديوهات دي كزواهر لحاجات سلبيات لازم الدولة ولازم الحكومة تهتم بيها ولازم الوزارات تهتم بيها لانها هتوصل هتوصل للإعلام والإعلام في الوقت اللي هو بيدعم فيه خط بناء دولة ديمقراطية مدنية مش مكر يسيب خراب يشتغل ويكمل صعب اه يعني اه ندعم دولة ديمقراطية مدنية وندعم هذا التوجه ونساعد عليه ونشد على أزره وندفعه إلى الأمام ونفديه بأنفسنا على أن يحق